السلام عليكم معكم علي أهلا وسهلا بكم درس جديد إذا كنتوا المرة تشاهدوا القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ومشاركت هذا الفيديو مع الأصدقاء ليتعم الفائدة نتكلم في هذا الفيديو عن جمل وعبارات من حياتنا اليومية بحيث أتعلم جمل تتكرر كثيرا في حياتنا اليومية بالتالي أستخدمها في المحادثة والكتابة في اللغة الإنجليزية دائما أفضل طريقة لحفظ المفردات بيكون عندنا داخل جمل بالتالي تكون عندنا أسهل بحفظ المفردات وتكون عندنا جمل في رصيدنا كثيرا أستطيع أن نستخدمها في المحادثة والكتابة في اللغة الإنجليزية تابع معاين هذا الفيديو هناك الكثير من الملاحظات المهمة التي تطور من لغتنا ومحادثة والكتابة في اللغة الإنجليزية كيف أقول ألم أسنان نحن نعرف سي اتش نفضها شا لكن هنا نفضها كا توث ايك ايك ألم توث أسنان توث ايك بمعنى ألم أسنان ألم معدى استمك ايك استمك ايك إذن ألم معدى أيضا لا نقول استمش نفضها أيضا كا استمك ايك نقول I have استمك ايك I have توث ايك وهكذا فقط أبدأ بI have كيف أقول لدي ضغط دم عالي I have يعني عندي أو لدي high عالي blood دم pressure ضغط high blood pressure ضغط دم عالي لاحظين كيف رتبنا أريد أن أقول جملة كاملة I have high blood pressure I have high blood pressure كيف أقول لدي حصة بالكلا I have كما قلنا لدي أو عندي kidney بمعنى كلا stones حصة stone حصة stones حصة kidney stones حصة بالكلا أو حصة كلوية I have kidney stones كيف أقول أجريت فحص دم يعني سويت فحص دم I have a blood test blood كما قلنا دم test فحص I have a blood test كيف أقول يا حصرتي يا أسفي what a pity what a pity فضو مرة أخرى tooth ache stomach ache I have high blood pressure I have kidney stones I have a blood test what a pity أخر مرة tooth ache stomach ache I have high blood pressure I have kidney stones I have a blood test what a pity كيف أقول أنا أثق بحدسك يعني بإحساسك I trust your God أنا أثق بحدسك كيف أقول لا أحب أن أراك منزعجا I don't like to see you upset I don't like to see you upset يعني أنا لا أحب أن أراك أبسط غاضبا أو منزعجا أو منزعجا I don't like to see you upset to انترجمها أن كيف أقول اسمعني لآخر أنت تتكلم تقول شخص اسمعني لآخر لا تقاطعني تخلي أنتهي أو أنهي كلامي أو دعني أنهي كلامي hear me out hear me out عالم يكون عالم تعجب كيف أقول لما أنتبه I didn't pay attention أريد أن أقول لشخص أنتبه pay attention I didn't pay attention لم didn't تترجمها لم أريد أن أقول لا أنتبه I don't pay attention don't يعني لا didn't لم كيف أقول طلبت الرقم الغلط أو الخطأ يعني شخص تصل أقول له الرقم خطأ you have the wrong number you have the wrong number نعيدهم I trust your gut I don't like to see you upset hear me out I didn't pay attention you have the wrong number كيف أقول لها تكون بخيل don't be stingy don't be stingy don't be stingy don't be stingy دائما الوايب الأخير الفضاء E كيف أقول لها تشتت انتباهي don't distract me don't distract me don't distract me don't distract me كيف أقول ريح بالك هدي حالك is your mind is your mind is your mind is your mind كيف أقول أنا غار منك I'm jealous of you I'm jealous of you I'm jealous of you I'm jealous of you كيف أقول ما خطر على بالي نسيت it slipped my mind it slipped my mind it slipped my mind it slipped my mind إذن ننفض أدي T هي أصلها slip نضع double P نضيف E D بالماضي تصبح it slipped my mind كيف أقول لا تكن بخير don't be stingy don't be stingy كما قلنا don't دائما ترجيمها لا be يكون don't be لا تكن لا تصبح don't be stingy don't distract me is your mind I'm jealous of you it slipped my mind ننفض مآخر مرة don't be stingy don't distract me is your mind I'm jealous of you it slipped my mind كيف أقول بعد إذنك with your permission with your permission كيف أقول ضع نفسك في مكاني يعني حط نفسك في محلي put yourself in my place أو أقول بدل place استخدم shoes يعني في حذائي ليس المقصد في حذائي في مكاني يعني بنفس الموقف put yourself in my place put yourself in my shoes كيف أقول سؤالك في محله you may well ask you may well ask كيف أقول تساهل معي أعطيني أكثر حرية give me some slack give me some slack أو بدل give استخدم cut cut me some slack يعني تساهل معي أو أعطني أكثر حرية كيف أقول خلك رجال استرجل يعني man up man up أو أقول be a man be a man with your permission put yourself in my place أو أقول بدل place shoes you may well ask give me some slack أو cut me some slack man up be a man نعيدهم آخر مرة with your permission put yourself in my place put yourself in my shoes you may well ask give me some slack cut me some slack man up be a man what this is this is this is this is you may love to be a lot of you may send a video and you may see the video a lot and see where the details are in it بهذا الحال يمر لسانه وأذنه على الحديث والاستماع وبنفس الوقت يصبح لديه جرأة في الحديث في اللغة الإنجليزية أيضا أكتب هذا الجمل في مدونة أو في دفتر معين بحيث تكون عندي جميع هذا الجمل في مكان ما لديك بالتالي عندما أحتاجهم أستطيع أن أستخدمهم وراجعهم مع التكرار والاستمرارية والتعلم شكل يومي يصبح لديه رصيد من المفردات والجمل والعبارات التي أستطيع أن أستخدمها أثناء الكتابة والمحادثة بهذا الشكل أنهي درسنا هذا اليوم أتمنى أن أقدم الشيء الفائدة إذا عجبكم الفيديو تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وضع لك الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته